أبدأ مدرب نادي أندى اللغت البلجيكي بريان بريمار والناشط به الهدف التاريخي للمنتخب الوطني إسلام سليماني عن دعمه للاعبين الصائمين خلال هذا الشهر إذ يعمل رفقة التاقم الفني والطبي على برمجة وقت التدريب في أوقات تساعدهم إذ قال لدي الكثير من اللاعبين الصائمين هذا قرارهم واختيارهم ولا يمكنني التهدخل ومنعهم من ذلك أنا أعمل رفقة التاقم الفني لبرمجتي الحصة التدريبية في الأوقات التي تناسبهم كما أتابع رفقة التاقم الطبي حالتهم الصحية بأنها على ما يرام أما بخصوص أشياء أخرى هم أحرار ويتخذون قراراتهم ونحن لدعمهم فيها مهما كان ذلك وفي خبر آخر سيكون لعب الخضر هشام بودوي معنيا بلقاء نديه نص سهرة اليوم بداية من الساعة الثامنة ليلا أمام باريس سان جرمان ضمن الجولة الثلاثون من الليقة وتأتي عودة اللاعب بعد شفائه من الإصابة التي عانى منها والتي أبعدته عن لقاء الجولة الماضية أمام أونجي ومن جهة أخرى وصل مدرب نادي وولفر هامبتون تهميش الدولي الجسائري ريان أيت نوري وذلك باستبعاده عن لقاء ناديها اليوم أمام تشيلسي ضمن الجولة الثلاثون من البريمير ليك ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يستبعد فيها أيت نوري من قائمة اللاعبين المعنية بمباراية ناديه التعتبر المرة الثالثة على التوالي في لقاء ليدز ونوتينغ هام ولم يتضح لحد الآن سبب هذا القرار من مدربي ناديه وكانت العدي من التقارير قد كشفت بأن لاعب الخضر مستهى من ضعيته الحالية مع ناديه ويفكر في الرحيل كما رشحته بعض المصادر للمغادرة صوب نادي وست هام لمزاملة مواطنه سعيد بن رحمة